في وسط دراما رمضان والوجبة الدرامية الدسمة اللي قدمتها شاشة المتحدة أو شاشات الشركة المتحدة بتفضل الحلقات الأخيرة هي صحبة الأثر الأكبر وسط كل المسلسلات وتحديداً الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين غول الدراما في رمضان السنة دي واللي قدم دراما تاريخية مختلفة جداً من حيث الكلمة الكتابة للأستاذ عبد الرحيم كمال والتصوير وكل العناصر العمل كانت مختلفة وجميلة جداً ولاقت استحسان كل الناس وإعجاب كبير من الجمهور لكن على صعيد الأرقام وعمليات البحث بتكون الدلالات أكثر دقة وأكثر واقعية عشان كده احنا هنقول لحضراتكم عمليات البحث عن الحلقة الأخيرة عن مسلسل الحشاشين تحديداً وفقاً لمحرك البحث جوجل كانت عاملة إزاي؟ المحافظات الأكثر بحثاً عن الحلقة الأخيرة لمسلسل الحشاشين جات بالترتيب التالي في المركز الأول محافظة بورسعيد يمكن على الشاشة قدام حضراتكم البحث ونتاج البحث محافظة بورسعيد في المركز الأول وبعد كده يليها محافظة السويس ومحافظة كفر الشيخ بلدياتي ومحافظة المنوفية بعدها محافظة الأليوبية في المركز الخامس الجمهور استخدم كلمات بحسية محددة يعني بشكل متكرر كان أبرزها مسلسل الحشاشين ومسلسل الحشاشين الحلقة الأخيرة وممكن ده واضح برضو قدام حضراتكم ومسلسل الحشاشين الحلقة 30 أعتقد أن الأرقام دي بتكون أكثر دقة في مسألة إيه المسلسل اللي حاز على إعجاب ومتابعة كل الجمهور المصري والوطن العربي جاء طبعا في المقدمة الحشاشين الحشاشين طول الشهر كنا بنتكلم عنه ومن قبل رمضان كنا بنتكلم في إطار البرموهات الإعلانية والتشويقية عن المسلسل وكنا متوقعين وحصل زي ما توقعنا وأكتر شفنا عمل تاريخي ضخم إنتاج الشركة المتحدة لأول مرة بنشوف عمل تاريخي بهذا الحجم الأبطال الحلقة الأخيرة تحديداً والفنان والبطل كريم عبد العزيز اللي قام بدور حسن الصباح في المسلسل اللي يمكن كلنا شفنا وحش تمثيل وغول تمثيل في الحلقة الأخيرة من الحشاشين من الفنان كريم عبد العزيز طبعاً بخلاف كل النجوم اللي شاركوا وتحديداً كمان النجوم الشباب اللي شفناه من أول مرة السنة دي في عمل كبير زي ده أتمنى إن شاء الله وأعتقد أنها تكون دي بداية للعديد من المسلسلات التاريخية اللي من هذا النوع وبهذا الحجم مصر من خلال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قادرة تماماً على إنها تثري وتغني الشاشة المصرية والشاشة العربية بأعمال تاريخية وأعمال اجتماعية وأعمال من داخل كل مجتمع إحنا في الحقيقة فخورين السنة دي بما قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من موسم رمضاني دسم ومتكامل ومتنوع ولقى استحسن كل الجمهور وكان مناسب تماماً لكل الشرائح اللي بتتفرج عليه شفنا مسلسلات أطفال شفنا كوميديا شفنا شعبي شفنا اجتماعي شفنا تاريخي ورجعنا تاني كمان لألف ليلة وليلة وجودة